أعلنت وزارة الصحة عن تشجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و271 حالة الشفاء وتسع حالات وفاة خلال الـ 24 ساعات الماضية فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4.486.628 شخصاً وأشارت الوزارة أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4.148.610 أشخاص وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى أزياد من 500 ألف حالة فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التامة 488.632 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8909 حالات